من جانبه دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في اللحظة التي شهدتها تظاهرات بغداد مشددا على حماية المتظاهرين والتعامل مع التظاهرات السلمية بمهنية دعونا ونكرر الدعوة إلى ضرورة تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة من كان مقصر على وجه التحديد بالنتائج التي خرجت بها التظاهرات والتي لحقت البعض منهم بالأذى سواء كان الأذى المادي أو الأذى المعنوي في ذات الوقت أيضا مجلس النواب العراقي يدعو الأجهزة الأمنية إلى مبدأ حماية المتظاهرين وحماية مؤسسات الدولة وهو يعزز ويؤكد مبدأ التظاهرات السلمية